تصدر هاشتاك حرائق الغابات مواقع التواصل الاجتماعي على أثر اندلاع مئات من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في أنحاء كندا مهددة البنية التحتية الأساسية وأكبرت السلطات على إجلاء سكان فيما انتشرت دخان المتصاعد وغطى سماء البلاد والولايات المتحدة بدخان وضباب كثيف والذي من المتوقع أن يستمر خلال الساعات وربما الأيام القادمة ويعد اندلاع الحرائق الغابات أمرا شائعا في الأقاليم الغربية لكندا ولكن النيران انتشرت بسرعة كبيرة جدا هذا العام في شرق البلاد ما يجعلها أسوأ بداية لموسم الحرائق على الإطلاق وقال وزير الاستعداد لحالات الطوارئ في كندا بيل بلير أن حوالي 9.4 مليون فدان قد احترقت بالفعل أي ما يزيد على متوسط 10 سنوات بمقدار 15 متلا تقريبا ومع اندلاع تلك الحرائق في غابات كندا تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر عدد كبير من التغريدات التي نستعرض بعضا منها اليوم في أول تغريدة معنا اليوم من منظمة الأمم المتحدة التي نشرت صورة أمين عام الأمم المتحدة واقفا من نافذة مكتبه قائلا من نافذة مكتبه شاهدوا أمين عام الأمم المتحدة كيف يبدو تدهور جودة الهواء في نيويورك مع اتجاه الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا جنوبا الأمين العام كما نرى الآن على الشاشة يشدد على ضرورة الحد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات فيما ترتفع درجات الحرارة العالمية ويدعو إلى إبرام السلام مع الطبيعة ننتقل الآن إلى إبراهيم اللامي حيث قال الضباب الدخاني يحول مدينة نيويورك الأكثر تلوثا في العالم حيث تجاوز مؤشر جودة الهواء 400 وهو ما يعتبر خطير وعمدة نيويورك يطلب من سكان المدينة بأكملها البقاء في منازلهم لتجنب دخان حرائق الغابات أما عبد المنعم فقط قال بعد حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية زرعت ليزلي دارت حوالي 4545 شجرة في يوم واحد وهذا يعني شجرة كل 12 ثانية عملت 16 ساعة متواصلة رقم مبالغ في نوعا ما رغم ذلك ماذا لو كانت هذه الثقافة وهذه الهمة موجودة لدينا ونريد من كل متطوع شجرة واحدة فقط في الأسبوع أما ياد الحمود فقد غرد قائلا جسر جورج واشنطن يختفي تقريبا بسبب الدخان السام الذي لف المدينة بالكامل بسبب حرائق الغابات في كندا حيث هبت الرياح ودفعت هذه السموم نحو الولايات المتحدة أما آخر تغريدة معنا اليوم من خنفر ذاوي حيث قال دخان حرائق كندا يغطي سماء نيويورك إعلان حالة الطوارئ والعودة إلى وضع الكمامات بسبب ارتفاع درجة التلوث إلى أضعاف المعدل الطبيعي وإلى هنا تنتهي التغريدات طبعا استعرضنا معكم بعض التغريدات التي تم تداولها قراء اندلاع حرائق الغابات في كندا اشتركوا في القناة